استهدفت ميليشيات الحوثي مخيما للنازحين في مديرية مقبنة غرب مدينة تاعز بالقذائف ما أدى لإصابة ثلاثة أطفال وامرأة وأوضح مصدر المحلي أن الميليشيات الحوثية استهدفت مخيما للنازحين في منطقة العبدالة بمديرية مقبنة كما أكد أن القصف أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بإصابات خطيرة ووالدة اثنين منهما لافتا إلى أنه تم إسعافهم لتلقي العلاج